سلام علي اهلا بكم في قناة كوريشي ميكر في الفيديو هنعمل سليبر اللولي اللي كذا حد طلب مني الطريقة بتاعته هو سهل جدا وبسيط يعني لو انت مبتدأ هتقدر يتنفيذي معينا بكل سهولة الخاميات اللي انا استخدمتها في الفيديو هتلاقوها موجودة في جروب كوريشستا وطبعا السليبر احسن جروب بيباحها هو جروب كوريشستا هسيب لكم لينك الجروب في صندوق الوصف وهسيب لكم لينك جروب القناة عشان اللي حبيب يتابعني هبدأ الخاميات اللي انا هستخدمها هو سليبر خيط مكرمية مخلول تركي هحتاج لولي بمقسين مختلفين وفرشة تسريح مقص يكون حيمي وهستخدم اللازل اللي هو بي 7000 وخيط سنورة عشان اخيط به الجوانب اول حاجة هحتاج كتعة خيط بعرض الوش بس هطولها شوية هطول عن عرض الوش حوالي 10 صمتي وهاعملها ميجوز بالشكل ده هسبت الكتعة اللي انا قصتها وبعد كده هقص بقى الاطراف اللي انا هشتغل بيها لوقت ده المربعة هقص الخيط اللي انا هشتغل بيه لوقت ده المربعة هخطه للوش واضربه بخمسة وده طول الخيط للفتلة الوحدة يعني هجوز الخيط اللي انا اخدت طوله ده عشان يبقى معي خيطين عشان اشتغل بيهم لوقت ده المربعة هسبت كتعة الخيط الطويل اللي انا قصتها تحت الكتعة اللي صغيرة بالشكل ده وابدأ ان انا اشتغل للعقدة المربعة بتاتي طبعا شرحنا العقدة المربعة كتير بس هشرحها معيكو تاني سريعا هيخد اول خيط من ناحية الشمال وهعمل بيه فور على الخيطين وهيخد الطرف التاني من فوق الخيط اللي انا اشتغلت بيه الفور واسحابه من تحت الخيطين من قلب الفور بالشكل ده وكده انا كونت اول عقدة مربعة عندي العقدة التانية هعملها من الاتجاه اليميني يعني بعمل واحدة شمال واحدة يمين هعمل فور فوق الخيطين بالشكل ده واخد الطرف التاني من فوق الخيط واسحابها من تحت ايه الخيطين اللي في النص عندي واسحب ايه الطرفين بتوعي لغاية مكون العقدة وابدأ مكررة لغاية موصل للعرض اللي طول العرض بتاع الوش بتاع السلابر هفضل اكرر لغاية موصل للطول المناسب اللي انا محتاجيه اشتركوا في القناة خلصت كده وصلت للطول المناسب اللي انا محتاجيها بتا ان انا اركب الشراشيب عندي في القطع اللي انا اشتغلتها باي حاجة بقى اندي بتحب تتوصلي بها الشراشيب انا عن نفسي بفضل جدا بس لو مش عندك ممكن هتستخدمي البينس بتاعة الشعر اللي هي الصودة الطويلة انا بسبت الشراشيب بتاعتي بالشكل ده بدخل كده في كل دايرة عندي من العقدة المربعة اللي هي كوانتها في الجوانب وبسحب الخيط وبسبت بيه الشراشيب بالشكل ده هركب شرشوبة في كل دايرة عندي يعني كل فتحة عندي من العقدة المربعة اللي هي موجودة هي اللي احنا شايفنا على الجوانب هركب فيها شرشوبة بنفس الطريقة اللي انا ركبت بيها أفضل أركب شرشيب على النحية دي وعلى النحية اللي أقصدها بالضبط برضو في كل دايرة عندي أو في كل فراغ عندي من العقدة المربعة هحط فيها شرشوبة بالشكل ده زي ما أنا مبريكو أنا كده خلصت ركبت الشرشيب عن ناحيتين هبدأ بقى أن أنا أركب اللولي اللولي أنا بطرزه بالوحدة طبعا هي هتكون صعبة لو حجم اللولي صغير بتاخد وقت بس أنا بحس إن كل ما اللولي يكون أصغر بيدي شكل أحلى أنا هنا بطرز باتنين اتنين لغاية ما وصل بتطرزه بشكل عشوائي ما فيش خالص بطرون للتطريز ولا في طريقة انت بتعمليه بشكل عشوائي براحتك شوف انت حاب اللولي يكون حجمه ايه أصلا وحابة تيزيه على الوش وهتبدأ ان انت تتركبيه بخيط خياط عادي أبيض فأنا هنا ركبته عشوائي بقيت أدخل كده بالصغير وبحط واحدة جيرة في كل مكان بطريقة عشوائية جدا لغاية ما خلصت خالص ووصلت للشكل النهائي هفضل بقى اركب اللولي لغاية ما يبقى الشكل عندي زي كده بالظبط أنا هنا خلصت خلاص هبدأ بقى ان انا اسرح الشرشيف بتاعتي وارش عليها الاسبري بتاع الشعر او لو مش حابة مش حابة تحطي سبري خالص خليكي بعد ما تصرحي بعد ما تخلصي وتركبي الوش حابة ان انت تثبتي الشرشيف بقى ممكن تستخدمي غيره أبيض مخفف جدا بمية وترشي هتحطيه في بخيخة عادية بخيخة اللي هي بنرشي بيها ساعات المية والحاجات دي وهترشي بيها على الشرشيف بسيط جدا وده يساعدك برضو ان انت لو حابة الشرشيف تكون سبتة بيكون سبتة طبعا اكتر من الاسبري بتاع الشعر بس انا بس اخدم اسبري الشعر كان نتيجة مؤقتة ومش اكتر هنا كان عندي خيوط زيادة في الاطراف فانا هدريها بالشمع في ظهر يقل شغل بالشكل ده هرجع تاني اسرح برضو الخيوط بتاعتي وارش بقى الاسبري وعشان اسيبه ينشف شوية وبعد كده هقص الشرشيف بتاعتي زي ما قلتلكم قبل كده كتير لو مش هتعرفي تظبطي القص بتاع الشرشيف بانيكي فانت هتلزقي على الشرشيف على الطول اللي انت محتاجيه او هتستخدمي من مصطرة يكون العرض بتاعها هو العرض المنيسب وتقصي بقى من بعدها هحط اللازق اللي هو بيه سبع تلاف على الوش بتاعي في النص بس مش هيجي جنب الاطراف خالص وبعد ما حط هحط الوش بتاعي واسيبه بتاع خمس دقيق مثلا علشان يكون مسك شوية وبعد كده هبدأ ان انا اخيط الاطراف بتاعتي بخيط السنورة وهقول لكم ليه انا ما بخيطش الوش من غير اللازق لان انا اللازق هو اللي بيه سبتلي الوش على الشكل اللي انا عايزة انا ممكن اخيط والخياطة بعد ما اخيط وخلص خالص لان الوش مش مزبوط زي ما انا ما عايزة فاللازق بيه سبتلي الوش الاول زي ما انا ما عايزة بالزفت بعد كده ببدأ ان انا اخيط عشان لما اخيط ويجي فك الخياط هتبهدلي الوش بتاع السليبر فاللازق بيساعدني جدا على ان انا ازبط الوش بتاعي في عدلته وفي كل حيجة فانت هتستخدمي اللازق في النص وبيلزق حيره جدا وبعد كده الاطراف هتسبتي بخيوطة لو مش عندك اللازق اللي هو بيه سبعة الاف تقدر تستخدمي الكل او الغرة الحمراء انا خلصت خلاص وده لشكل النهائي هو سهل جدا وبسيط ومش بياخد وقت هو كل وقت وفي التركيب بتاع اللولي مش اكتر كزا حد كان طالب مني لشكل فعا يا رب اكون في التوكو ولو فيه اشكال تانية حابين ان انا نفزهلكوا تقدروا تبعاتوا لي عن طريق الفيسبوك اما جروب القناة او لينك الاكاونت بتاعي واللي اتنين بتلاقوهم دايما موجودين في صندوق الوصف اشتركوا في القناة